مصار الجزائر الساعي لتفكيك لغم النزاع المالي يشهد الخطوة الأخيرة بعدما وقعت الخميس الحركات الأزوادية بالجزائر العاصمة وبالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي والذي حضاره فريق الوساطة الدولية الذي تترأسه الجزائر التوقيع على الاتفاق كان بيد رئيس تنسيقية حركات الأزواد بلال أغشريف وكل من الحكومة والحركات الملتزمة بأرضية الجزائر قبل التوقيع النهائي الجمعة بالعاصمة المالية باماكو ما أضف هدوءا وارتياحا على الساحة الإقليمية والدولية بعدما أصبح النزاع أقرب من أي وقت مضى إلى مشهده الأخير بدعم دبلوماسي جزائري دور الجزائر في حل حالة النزاع بين الإخوة الفرقاء في مالي لقى التأييد من الساحة الدولية من باب قصر الإليزي من خلال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس الذي وصف العمل الدبلوماسي الجزائري في المنطقة بالمهم كما وقفت واشنطن لتحية الخطوة الجزائرية من خلال السفيرة الأمريكية بالجزائر بولاشيك التي تمنت التوفيق للدبلوماسية الجزائرية في التحديات القادمة المستفيد الأكبر من اتفاق الجزائر الحكومة المالية التي ظهرت ممتنة للجزائر بعد مسيرتها التي خالصت باتفاق شامل للمصالحة الوطنية بين الفرقاء في بلادها على لسان الناطق الرسمي باسمها شوغال كوكالا مايغا الذي قال إن الجزائر كانت الطرف الأهم في معادلة تسوية النزاع في مالي مضيفا أن السكان المنطقة يعاولون على دور الجزائر في الجانب التنموي بالشمال المالي الذي سيكون العنوان الأبرز للورشات التي ستقودها الدولتين في الاستحقاقات القادمة ساعة الحسم دقت ودقت معها القلوب المالية عشية التوقيع النهائي على اتفاق السلم والمصالحة في البلاد والتي ستكون على موعد مع لحظة تاريخية كانت الدبلوماسية الجزائرية الأرضية الملائمة للوصول إليها